سلام الأحباب 29 أكتوبر 2024 بعد يامات نهار الجمعة بدكرة خالدة في تاريخ الجزائر وتاريخ الشعب الجزائري أول نوفمبر 1954 سبعين سنة بعد اندلاع الطورة الجزائر رح تحتفل ورح تدير استعراض تاريخي للجيش الوطني الشعبي سريل جيش التحرير ورح تشوفوا الاميق وشوفوا سلاح جديد ونشوفوا دي سومران ونشوفوا الإبداعات حنشوفوا كل هذه الأسلحة طبعا نفتخروا بهذا الاحتفال ونفتخروا بهذا التظاهرة وهذا الذكرى المجيدة ورب يرحم كل شهدائنا الأبرار لكن المشكلة اللي وقع فقط في تنظيم هذا الاحتفال في تنظيم هذا التظاهرة في تنظيم هذا الاستعراض يعني مشكلنا ماهوش في الاستعراض في حداته ولكن في طريقة التنظيم وعلاه لأنهم من اليوم يا خلالتي من البارح بيتو ملوذان تويت وهوما قافلين الطريق على المواطنين طريق مغلوقة آلي روتر نصيحة لي وجه الله اللي عنده مريد يدير فار أل جي غال ما كان يدير مجهة أل جي بس يموت له فطرة طريق مغلوقة آلي روتر قافلين العاصمة وقفل يعني غلق وحطوا اندارات وحطوا في حلوث وقالوا بل يجمع رح نقفل كل ما لنحبسه لما هو ستقفل الطرقات حتى يعني تخيل يعني كاريتة تقسيات وروجات وطولة كاريتة ..كاريتة .. كاريتة .. اسبه الله معموني سبه الله معموني عريض Luther مغايشة تعطر مصالح الناس والمطار علن انه رايح يغلق سما وقف معقت يعني جسد فهدقونه مشكين يا جمع الخير ان شاء الله نال جمعان امامو يضح لبريمينوفون طيارة ناسيونة انتنيسيونال ما تطيرش ممنوع حبيت عارف رأيكم يعني اسكو سي نورمال ولا لا اسكو يقدروا ناس يديروا كماكن يحبسوا شغالاتهم ولا لا كانين ناس يا خوتي راهم يخلصوا بالجورني يعني يخرج الصباح يخدم ويروح لعشية يشري شوية ماكلا ويدخل بها للدار والله قال عندي اليوم خبستي خبستي لازم نروح للكاليتوس هالطريق كيف غلقتوها انتو هالطريق طريق تاع الصابلات لازم البحض كيف غلقتوها كيف غلقتوها بذلك طريق كيف شرائي كيف شرائي كيف غلقتها ديه ها كيف شرائي نقدر روح نقدو كنفريشو عليك كاليتوس لا نقدرش فانت لما حوقوا كيمهكا وتقفل عليها الطريق وسيركولاسيون مكانش كيف يديروا هاد الناس قالك لي عندو شغالات وجوية والسلطة والدولة والحكومة كما نسميها احنا من وظيفتها تسهل الحياة على المواطن وسهل له لا فيتيعو يعني كوتيديان ما تزيدش تغلق عليه وزيد الضيق عليه الحاصي ما ستتخنقت نزد استريسات يعني للأسف الشديد هذا التنظيم مليح قلنا الاحتفال لكن ماشي على حساب المواطن ماشي تغلق طريق تاع السبيطار ولا تزيد تعرقلها خاصة كيوعدن كدرجانس وناس محتاجة غلق الطريق هادي تاع السابلات لدي المصطفى اشاء الله يجيبها له ها ياملك احتموت لي في الكروس اه هادي قا باش يديروا استعراض اسكريات دولة محتكم ما تديروا بلمحارك تاعكم مكاش لقالي وحاسبكم قا الله لا تربحكم شو 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 ترك شو عندي اير شو ها هاتموت لي في ترك هادي قا باش يديروا استعراض اسكريات دولة فهل تشوفوا فيه هاد التسيير منطقي ولا لا يا خوتي طبعا مش نجد نقولك الدولة دارتها بالدمة باش تضيع الشعب ما ناشنا في هاد العقلية يا خوتي احنا قاعدين نقولوا لماذا التخطيط هك بداخل بعضها في الدول الاخرى طبعا يديروا استعراض لكن عم بالهم باللي في الليل من 12 تعالي وروح حتى الاصباح ناس كل يعني مام لاسيركولاسيون تنقص باكتر من سبعين بالمئة ولا تمانين بالمئة لانو في الليل ناس كل معظم الناس راقدة وحتى الترانسبور وكداما مكانش فيختموا في الليل يعني احنا في الجورني هدا هو السؤال المحير يخطي يعني في الجورني تقفى الاكس برنسيبال من الـ 28 حتى الـ 1 فما فهمتش كيفا يقدروا يديروا غلطة كما هادي ولا يعني قالوش نتخموا غير في هذا والمواطني يجي ان سيقون دقري فما تجيش وما نظنش انها هدية سوء تخطيت يا خوتي دي الاسف شديد والاعلام بيان سور كما عم بالكم ما يقدرش يترحمت لهذه المواضيع ولا يتكلم على عطري كما هكا تسمى سينارة قستو وطعنت في المؤسسة على الجيش وكده وهي لا علاقة بالجيش هي علاقتها بسوء تنظيم فقط دونك يا خوتي اعطينا رأيكم في التعليقات في هذا الموضوع وربي فرج على الجميع